بعد 18 ساعة من الإبلاغ عن وفاة ابنة بلدة حياطة عضاء كسروان اللبنانية أرلات عبيد في دبي تمكنت شرطة المدينة من ضبط الفعل فكيف بدأت الواقعة ومن هو اللجاني؟ تفيد الرواية الرسمية التلأمنية إلى أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي حين استقبلت ابنة الثماني والثلاثين عاما المجني عليه صديقها المقرب لبناني الجنسية أيضا والذي يقيم في إمارة أخرى لقضاء العطلة الأسبوعية سويا كعادتهما أثناء وجودهما في شقةها شب خلاف بينهما تطور لتسديد المتهم للكمات أسفرت عن إصابة الضحية بكسر في الأنف ونزيف داخلي أدى إلى وفاتها حاول المتهم بحسب مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي المقدم فيصل عيسى القاسم تنظيف مسرح الجريمة من الآثار التي تقود إليه تغيبها عن الدوام في أول أيام الأسبوع دفع بإحدى زميلاتها في العمل إلى الاتصال بها لكنها لم ترد فذهبت للإطمئنان عليها في شقتها لتفاجأ بالباب مفتوحا والأغراض مباثرة في كل مكان وصديقتها جثة هامدة ما دفعها لإبلاغ الشرطة على الفور التي ألقت القبض على المتهم الذي اعترف طواعية بأنه كان تحت تأثير الكحول ولم يقصد قتل المجني عليها